ما هو دور المجتمع والأفراد في المحن والأزمات والزلازل وما هي القاعدة العامة التي وضعها الإسلام في دور المجتمع والأفراد وما هو دور قلاب العلم الشرعي والمشايخ في هذه الأزمات هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على الشيخ محمود دحلة مدير معهد الفاتح للعلوم الشرعية والعربية في الأزمات وفي الأزمات الكبيرة بشكل خاص تضيع الأدوار فيوقي كل باللائمة على غيره ما هو الدور الذي يجب أن يناطب المجتمع وما هو الدور الذي يجب أن يناطب الأفراد وما هو الدور الذي يجب أن يقوم به طلاب العلم الشرعي هذه الأسئلة سنترحها على الشيخ محمود دحلة مدير معهد الفاتح للعلوم الشرعية والعربية أهلا وسهلا بكم الشيخ نحاياكم والله بارك الله بكم الله سلمكم لأني فيك على غير العادة سنخصص ثم سنعمل شيخنا ما هو دور طلاب العلم الشرعي والمشايف في الأزمات وخاصة في هذا الزلزال الذي نربى سوريا وتربية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ابتداء أشكرك أستاذ أسامة وأشكر قناتكم الكريمة على هذه اللفتة الطيبة ومشاركة أهلنا في مصابهم الجلل ثانيا أتوجه لأهلنا أجمعين ممن أصيب بهذا الكرب العظيم وأقول عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لشهدائكم إن لله ما أفذ وله ما آطى وكل شيء عنده بأجل مسمى أما الحديث عن دور طلبة العلم والعلماء فهو حديث له ابتداء وليس له انتهاء إن كان من كلام أقوله فإني أقول إنه ينبغي علينا معشر طلاب العلم أن نقوم بالواجبات التالية أولا مع هذا الخطب الكبير والكرب العظيم أن نقوم بصلة الناس بالله سبحانه وتعالى ثانيا أن نذكرهم بالأسوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا أن نذكر لهم بعض القصص التي أمر الله أن نقصها بقوله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فإذا عدت إلى النقطة الأولى وهي أن نصل الإنسان المسلم بالله سبحانه وتعالى فأمامنا في الكتاب والسنة شواهد كثيرة لهذا الأمر منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا فكرا وعقلا آمنوا روحا وسلوكا وتطبيقا من آمن في وقت الرخاء بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ها هي هزة عنيفة تهز لنستبين بعد ذلك مدى عمق إيمانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا توجهوا إلى الإيمان الذي ينبغي أن يكون في ساعات الامتحان أو اثبتوا على إيمانكم فالصلة بالله سبحانه وتعالى ينبغي أن لا نبتعد عنها لا في حزن ولا في سرور لا في شدة ولا في رخاء أن نكون دائما وأبدا مع الله سبحانه وتعالى فطلاب العلم ينبغي أن يكون أكثر صلة بالله سبحانه وتعالى ليكون متأثرا بموضوع سوف يبلغه للناس وسوف ينقله من قلبه إلى قلوبهم ومن روحه إلى روحهم لا نريد الإيمان الذي يكون كالمساعد الحسابية كالرياضيات الذي يغذي الفكر والعقل فحسب إنما نريد الإيمان الذي يجعلنا نثبت عند مواقف الشدة فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فالإيمان بالقدر خيره وشره يجعل الإنسان المؤمن يثبت أمام هذا الامتحان وهذا الكرب العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه ومن يرد الله به خيرا يصب منه فهذه إصابة بليغة وإصابة خطيرة أصيب بها أهلنا في هذا المكان المعبر الذي يدور حديثنا فيه من جانب من الجوانب مسجد على مقربة عشرات الأمتار فقط هذا المسجد الذي سقطت مئذنته في الزلزال الثاني في الليلة قبل الماضية هنا كانت مئات الجثث هنا كان آلاف الأشخاص يتدافعون لنجدة إخوانهم وللقيام بواجباتهم في الاتجاه المقابل الآن واستشفى فيها عشرات الجرحة وعشرات المصابين خلف سبحان الله تقديرا حصل هذا اللقاء في هذا المكان ربما لم تكن له دراسة مسجد ومستشفى وخلف المقبرة خلف المقبرة التي ضمت رفات جثث شهداء كثيرين من إخواننا وأحبابنا وأهلنا فالصلة بالله سبحانه وتعالى أمر جد مهم في هذه الأحداث حتى يثبت الإنسان وحتى يستطيع أن يصبر الصبر الذي ينبغي أن يكون أما ثانيا ثانيا التذكير بالأسوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله بسوة حسنة لا يبتلي أن يبتلي ببلاء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا بأعظم من هذا البلاء الذي ابتلي به ذلك المسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم ابتلي في جسده في أهله في باله في أصحابه في بلده الذي كان فيه في مسقط رأسه وكان صلى الله عليه وسلم في جميع ذلك صابرا محتسبا ها هو صلى الله عليه وسلم عند وفاة إبراهيم يقول إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون فصلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا في ذلك واسمح لي أن أذكر هذه الأبيات التي ذكرها شاعر النصراني عندما ذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المصاب الجلل وقد قال بعض الصحابة كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال عليه الصلاة والسلام وهو يثبت اليمان بالله سبحانه وتعالى وأن الكل بيده سبحانه وتعالى فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فقال الشاعر إني ذكرتك يا نبي ملوع بشدائد الآلام والأحزان تحنو على إبراهيم يلفظ روحه وشبابه لا زال في الريعان فنفيت ما نسب الصحابة للسماء وعلى جفونك مدمع السكلان هي فرصة لو نالها متنبي أغنته عن عمل وعن برهان لو لم يكن فيما أتيت هداية للحق كان الحق في بطلان وأما ثالثا هناك في القرآن قصة سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام وهناك قصة زنون وهناك قصة كثير من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين قال الله فيهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين من القصص التي ينبغي أن نستحضرها أمام هذا الحدث قصة سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنه الذي كان في دار الخلافة وقد أصيبت قدمه بما أوجب بترها فبترت قدمه وهو ساجد فلما فرغ من صلاته ذهب إلى قدمه وأمسكها بكلتا يديه وقال يعلم الله أني لم أمشي بك إلى معصية قط وما يمضي إلا سويعات إلا ويسمع صوتا يقول إن محمد بن عروة بن الزبير قد مات كان قد رمحه فرسه فوقع ميتا فما كان من سيدنا عروة إلا أن قال اللهم إن كنت قد أخذت طرفا فقد أبقيت أطرافا وإن كنت قد أخذت ولدا فقد أبقيت أولادا فنعم الله عز وجل علينا كثيرا وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فإذا أخذ منا بعض النعم فقد ترك لنا كثيرا من النعم التي تستحق شكره سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وإذن سني لو مسألنا هذا السؤال أنكم كذلك يعني مضيب مكتب إغاثي في معهد الفاتح ما هو الدور الذي قمتم به في هذا الزلزال الحقيقة أن المكتب الإغاثي في معهد الفاتح عمله وعمل مؤقت ونحن طلاب وعلم علاقتنا بكتاب وعلاقتنا مع الطلاب تقصد معقد في معانحية الزلزال؟ نعم ولكن في النفير العام لا يجوز لنا أن ندخل في تفاصيل مساعد الفقه وإخواننا تحت الألقاض لا يجوز لنا أن ندخل في الألغاز الفقهية والنحوية وإخواننا قد أسخنوا بالجراح بل يجب أن نقف أمامهم أن نبلسم جراحهم وأن نقف معهم أمام أناتهم وأوجاعهم فلذلك وجدنا في معهد الفاتح للعلوم الشرعية أنه من الواجب أن نقف أمام إخواننا أمام هذا الكرب العظيم الذي أصيب به الجميع نحن نتكلم من مدينة جنديرس الزلزال كان في تركيا وفي سوريا وكان في الشمال السوري من شرقه إلى غربي ولكن هذه المدينة المنكوبة الحزينة أصيبت بأشد ما يكون من أنواع الزلزال الذي أصاب أهلنا في هذه المناطق هذا المسجد الذي يكون على مقربة منه بعض عشرات الأمتار مسجد سيدنا صلاح الدين الأيوبي في جنديرس هذا المسجد يحكي قصصا كثيرة وأوجاعا متعددة والكلام لا يعبر عن الواقع الذي قد كان فأولا قمنا ابتداها بمساعدة إنقاذ الناس من تحت الركام طالب العلم يملك الكلمة نحن نملك الكلمة ولكن الكلمة أحيانا قد يكون لها أثر كبير على الأرض بعض إخواني من مدينة الباب اتصل بي قال لي يا محمود ماذا يلزمكم هل يلزمكم ماء وطعام قلت عندنا الماء وعندنا الطعام قال ما يلزمكم قلت نحن بحاجة إلى آليات قال إذن استاجروا الآليات ونحن ندفع أجرتها قلت معانا المال لا يوجد في المنطقة آليات كافية فقال بالكلام العامي قال بيصير خير بيصير خير هذه الكلمة بيصير خير كانت وعدا وفى به هذا الرجل بارك الله به فأتى بعشرات الآليات من مدينة الباب وأتى بما يحتاجون إليه من طعام ومن وسائل استمرارهم في العمل حتى آخر لحظة أخرج بها شخص من تحت التراب ثم مسألة تغسيل الناس وترحيلهم ثم مسألة أن يجد هؤلاء الناس ما هو الخيمة الخيمة كانت مشكلة المشاكل في البدايات ولكن الحمد لله حل الأمر تدريجيا أيضا مسألة انتقل دو معحد الفاتح من ناحية طنب العلمي إلى المجال هذا واجب الوقت هذا واجب الوقت هذا علم الحال الذي يوجب على المسلم أن يقوم بواجب وقته يعني ليس الوقت الآن وقت الغوص في مسائل الفقه والنحوي وما شابه ذلك ونحن في هذا الخطب وفي هذا الكرب وأهلنا من حولنا يعانون ويتألمون ويتوجعون كان ينبغي أن نكون معهم حتى اللحظة ونحن مستمرون معهم حتى نرى أنهم بغنى عن القيام بهذا الواجب وتقوم المنظمات بدورها هي قائمة بدورها ولكن الخطب كبير والأمر جلل ونحتاج إلى همة جماعية وإلى تضافر وتضامن من جميع الأفراد والفئات كي ننجد إخواننا ونصل بهم إلى بر الأمان والراحة وتعود هذه الحياة إلى طبيعتها تدريجيا شيخنا نعود إليكم بعد الفاصل إخوان عزاء نعود إليكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين عدنا إليكم شلوخنا في هذه الأزمة التي حصلت أو هذه الزلزال العظيم الذي مر بنا رأينا همة من الناس الإنسان يعني يريد أن يعين فيذهب بشكل فردي ليقوم بمساعدة الناس بأي عمل يقوم به فهل ترون أن الأفضل الإنسان أن يقوم بهذا العمل بشكل فرادي يقوم به بنفسه أم توجه إلى أن ينتخل الإنسان الأعمال الجماعي مؤسسات أو مضيب من التبغاتي كما تتروني الحقيقة في الجواب على هذا السؤال تفصيل من كان يعرف شخصا ملهوفا وذا حاجة وكان قادرا أن يصل إليه بشخصه فمن المستحسن أن يسد حاجته فربما إن علم به لا تعلم به الجماعات والمنظمات والجمعيات ومن لا يعرف أحدا يستطيع أن يتواصل مع من ينوب عنه في هذا العمل سواء كان فردا أو كان على مستوى العمل الجماعي فهناك جمعيات وهناك منظمات تقوم بهذا الواجب وتقدم الخدمات إلى مستحقها هذا يعني هنا نقف المسألة وهي ما ترون من الواجب كنصيحة للناس في هذا الزلزال الذي يعني ملغ الخوف فيه خوفا شديدا ما هي النصائح التي تزدونها لدى الناس قبل أن نتكلم عن الواجب الفرد من جمعي المسلم عموما يجب عليه أن يمتثل لكلام طيب سمعناه من أشياخنا يصف به حال المسلم وهذا الحال إن كنا نحتاج إليه في كل ظرف وأوان فنحن أحوج ما نكون إليه في هذه الأيام التي نعيشها في هذه البلاد المنكوبة مشايخنا يقولون المسلم لا يبخل ولا يسأل ولا يرد لا يبخل ولا يسأل ولا يرد نقف عند قولهم لا يبخل النبي صلى الله عليه وسلم قال قال واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم فهذا الوقت وقت الإنفاق في سبيل الله ووقت الكرم وفي عاد النبي صلى الله عليه وسلم دخل قوم يقول سيدنا عبد الله بن جرير المجلي عامتهم من مضر بل كلهم من مضر كانوا حفاتا عراتا مجتابي الثياب قد علقوا سيوفهم بأعناقهم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهم من الحاجة تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم فدخل ثم خرج وأمر بلالا أن يؤذن ويقيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب بالناس وقال تصدق رجل أي لي تصدق خبر أريد به الأمر تصدق رجل من دلاره من درهمه من ثوبه من صاعي تمره من صاعي بره حتى قال صلى الله عليه وسلم ولو بشق تمره فجاء رجل يحمل صرة كادت كفه أن تعجز عن حملها بل قد عجزت فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوالى الناس يقدمون الدراهم والدلانير والثياب والطعام حتى كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومان من طعام وثياب أي ومن دراهم ودانير ولكن الطعام والثياب كان أكثر ظهورا فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان كالمذهب كأنه قطعة الفضة أو كأنه قطعة الذهب ولها بريق فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء هنا رأينا رأينا من نسل مضر معنويا وإن لم يكونوا من من نسل الصحابة معنويا وإن لم يكونوا من نسلهم حقيقة رأينا الناس تتضافر قبل قليل كنت مع وفد يمثل قافل الدير الزور وما قدم الدير الزور حيث سنوا سنة حسنة في تقديم المساعدات الجليلة والكبيرة من أموال وعينيات لإخوانهم المحتاجين في هذه المناطق فلم يبخلوا المسلم لا يبخل ولا يسأل وهنا رسالة خطيرة وتنبيه لا بد منه من سدت حاجته بما يكفيه عليه أن يفسح المجال لتصل المعونات إلى من لم تصل إليه معونة بعده فما ينبغي له أن يأخذ حصته وحصة غير فعذي الأثر والنبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون بعد أثر وأمور تنكرونها قيل فما تأمرنا يا رسول الله قال أد الذي عليكم وسأل الله الذي لكم في الإسلام من وجد قوت يومه يحرم عليه أن يتسول أن يلحق هذه العرضة هذه السيارة هذا الذي وزع الطعام وهو بغينى عنه وربما يكون إخوانه أشد حاجة إليه منه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل يسأل أي يتسول يشحى يعني بعميتنا لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم جزاء وفاق هذا الوجه مكرم لم يكرمه بالسؤال لم يكرمه حيث توجه إلى أخذ المال وهو يستطيع أن أن يستغني عنه فما ينبغي أن يكون هناك سؤال أي تسول والإنسان غير محتاج فإنه إن فعل ذلك أخذ حق غيره عزة النفس من إسلامنا من ديننا أحد العلماء قالت له زوجته يا فلان جاء إلى يحيى ابني أكثم شيء من الغنائم اذهب فاطلب منه قال العالم من أين جاء هذا أليس من الله؟ قالت بل قالت إذن أسأل الله سبحانه وتعالى ثم قال تكلفني إذلال نفسي سؤال مذلة تكلفني إذلال نفسي لعزها وهان عليها أن أهان لتكرمه تقول سلي المعروف يحيى ابني أكثم فقلت سليه رب يحيى ابني أكثم إذن لا يبخل تكلفة من تعفف الناس يعني في هذه المرحلة نعم هناك كثيرون هناك كثيرون يدفع إليهم العطاء ويقول أعطيه من هو أحوج إليه مني لا يسأل لا يبخل ولا يسأل ولا يرد إن كان لا يملك نصابا وعرض عليه شيء ولو كان مال زكاة جاز له أن يأخذه فقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر رضي الله عنه بعض عطاء فقال سيدنا عمر أعطيه من هو أفقر إليه مني وهكذا كان شأن الصحابة كان يقرع الباب على أحدهم فيعطى رأس الشاه فيقول أعطيه فلانا فإنه أحوج إليه مني فيذهب إلى البيت الثاني ثم الثالث ثم الرابع وكل يقول أعطيه فلانا فإنه أحوج إليه مني وربما دار على عشرة بيوت ثم يعود إلى البيت الأول هكذا كانوا يتعففون هكذا ربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاه أختم بحديث سيدنا عمر رسول الله إن عرض عليه عطاء وكان يجوز أن يأخذ هذا العطاء جاز له أن يأخذه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك شيء من هذا المال من غير استشراف نفس فخذه فتموله وإلا فلا تتبعه نفسك الله عزيزي طيب سيني نحن في هذه الأزمات خيشة أن تحدثنا عن دور طلبة العالم نحاول الآن أن نعمل برأيكم ما هو دور المجتمع والأفراد في المحان والأزمات؟ شعار المسلم وتعاون على البري والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان هذه الأعمال إغاثة الملحوف نجدة المحتاج الوقوف أمام الفقير إنسان كان له دكان كان له بيت كان له أهل الآن بدون دكان بدون بيت البعض من إخواننا ذهبت كل أسرته ولم يبقى إلا هو بعض الشباب ممن اجتمعنا بهم ذهب كل من في العمارة عشر وسار ولم يبقى إلا فتاة ابن أربعة عشر عاماً امرأة كانت في المسجد في أول يوم من الزلزال وقد دخلت وعاينت الأمر شخصياً أخرجت من تحت الأنقاض وكان من قبل كان زوجها شهيداً وكان ابنها شهيداً وهي تقول سمعتها تقول ابني كان بيدي ابحثوا عن ابني فريد ابني كان ابني معي لعله على قيد الحياة وبعد زمن يسير إذا بنا نعلم أن ابنها قد فارق الحياة وحضر إليها ولدها بعد أن غسل فقالت سلم على أبيك وسلم على أخيك وقال وصوا أخته ادير بال عليه لأن أخته أيضاً قد استشهدت تحت أن قاضي بيتها مع جميع أفراد وثرتها هذا الحدث ليس في بيت وبيتين هذا في جنديرس كلها وفي كثير من المناطق أنا أتحدث عن جنديرس لا لأنها جنديرس بل لأني أعيش فيها فحارم كذلك وسلقين كذلك وكثير من البلدان بلدان كذلك فهؤلاء يحتاجون في هذه الظروف الاستثنائية إلى من يقف أمامهم ولو بكلمة طيبة العنوان العام وتعاونوا على الدرجة والتفوة ولا تعاونوا على الإثبت الله يزيق خير وبارك فيك أتمنى أن يكون الأخط أطول حتى أستطيعكم بارك الله بكم بارك الله بكم الحقيقة لا نستطيع أن نعبر عن الواقع نحن عاجزون وقلت وأقول نحن مقصرون وأهلنا يستحقون أكثر من ذلك جنديرس أمس الجميع فيها الجميع أمس فيها معزيا ومعزا الكل معزي والكل معزا الكل يعزي من فقد والكل يعزيه لأنه قد فقد ولا يعرف قدر أولئك الذين وقفوا مع هؤلاء أصحاب هذا الكرب إلا أصحاب الكرب فقد قيل لا يعرف قدر الزائر إلا المزور ولا يعرف قدر المهنئ إلا المهنى ولا يعرف قدر المعزي إلا المعزة فنقول لكل من وقف مع إخواننا ولكل من عزاهم بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا وأصحابكم الله ثوابا عظيما أمين وأشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المشاهدة أذكركم بمتابعة قناة حلب اليوم حسب المعرفات الظاهرة أسفل الشاشة فدمتم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر